ازايكم يا شباب عاملين ربكم بخير ده ثاني شابتر في مادة الماركتنج رسيرش بعنوان ادنتفاينج زا رسيرش بروبلم طبعا ادنتفاينج زا رسيرش بروبلم دي كانت اول استيب فين احنا ازاي نعمل عاملية الماركتنج رسيرش في اول حاجانا في اول استيب بيقول لي ازاي احدد مشكلة البحث اشوف المشكلة اللي انا موجودة عندي وابدأ ان انا احدد احدد المشكلة احدد اسبابها احدد جزرها. تمام? فهي دي اول خطوة بشابتر تو. تعالوا نشوف ازاي نحدد مشكلة البحث بتاعتنا. اول حاجة ان انا عايز اعرف بيقول لي ان يعني بيبدأ يقول لي ان دلوقتي تبدأ البحث ده لما انت بتلاقي فيه استصفارات بتنشأل عندما تلاحظها ان تصوق في حاجات انت في مشكلة انت شايفة او في حاجة في بيبدأ يقول لك ان هي كان يعني الاما هي هتبقى مشكلة الاما هتبقى فورصة انت هتستغلها. انت اول ما بتلاقي في حاجة عدم تصوق او ان هي اتطلعت على المصار بتاعها انت كده عايز تعرف المشكلة دي ايه. اول سيب انا بيبدأ يقول لي ان عندي اه ستيب تمام هما دلوقتي سيكس ستيب عشان اعرف احدد المشكلة بتاعت اول حاجة. اه سيب ان انا عايز اتاكد من هذا فابقى عارف الهدف بتاع ايه عشان اعرف اشتغل عليه وحدد الخطة بتاعت اللي هشتغل عشان حق الهدف ده. في بيبدأ يقول لي ان زي جول زي ان طيب او ماركتنج رسيرش بروجكت مي بيري بيزد ان شورت تيرم او رونج تيرم. يعني بيبدأ يقول لي ان انت اهدافك دي بتختلف وبحاسك دي بتختلف على حسب انت عايزها في آآ رونج تيرم مدة طولة الاجل ولا شورت تيرم مدة قسرة الاجل. في بيبدأ يقول لك ان هي آآ غالبا يعني بتبقى يعني انت اهدافك كشركة لاما عايز تزود المبيعات لاما عايز تزود الارباح لاما عايز تزود اعمالك او ان انت الشركة بتاعتك تعرف طيب. تاني حاجة لازم تبقى فاهم خلفية ومشكلة. في بيبدأ يقول لي ان انا عندي مشكلة اسمها اللي هي الجبل الجليدي فانا ببقى عايز بيبدأ يقول لي لازم احدد المصور بتاعي. في بيبدأ يقول لك ان انت لازم ان في تاني سيف دي تجمع كل المعلومات اللي انت شايفها في السوق ان هي هتفيد المشكلة بتاعتك دي او ان انت عايز تحل بقى المشكلة بتاعتك دي لازم ابقى فاهم خلفية المشكلة بتاعت ايه فبجيب كل حاجة فبدا يقول لي ان انا يعني لازم اشوف يعني بابدأ ان انا اجمع كل المعلومات اللي موجودة في البيئة اللي انا بشتغل فيها دي. طيب. فانا لازم بيبدأ يقول لي لازم احدد المشكلة نفسها مش العرض بتاعها عايز السبب. عايز السبب ولاش العرض. عايز اشوف السبب بتاعي ايه. بدي اقول لي ان انا دلوقتي دي كان يعني ممكن ان هيكون مربكة مربكة ازاي. فبيبدأ يقول لي ان هي ممكن تكون عواليكم في درجة انك تتعرف مسلا على المرض انت عايز تتعرف على السبب. فبيبدأ يقول لك ان انت في العملية دي او في السبب دي بتبدأ ان انت ابحاث التسويق دي تساعدك في هيكلة تفهم مشكلة حقاية. فبيقول لك ان الجاي ده كان يعني لازم ان انت تبدأ تعمل عملية بحث كويس عشان تبقى فاهم السبب بتاع المشكلة مش مش العرض اللي ظاهر اللي من بره بس لا انا عايز اعرف السبب بقى الجدور بتاعت المشكلة بتاعتي دي سببها ايه? طبام? طيب رابع استباع عندي اللي ايه دوترمان زي يونت اناليسز ان انا تحديد وحدة التحليل لازم احد وحدة التحليل فبيبدأ يقول لني ادي باندو ان زي على حسب المشكلة اللي عندي تمام او مشكلة البحث اللي عندي زي او او بيبدأ يقول لي وزي او 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 بمعنى بمعنى بيبدأ يقول لك ان انت لو ممكن تكون وحدة التحليل المناسبة دية لاشخاص او الاسر او الاسر المعشية او الازواجة او المنظومات فانت لازم ان تحدد وحدة التحليل المناسبة صح عشان لو ما حددته صح يعني مش هترسم او مش هيبقى عندك عينة مناسبة يعني مسلا انا دلوقتي المنتج بتاعي بيخاطب البنات تمام? حلو انا مسلا منتج بتاع مسلا اه اعناب البشرة مش هارف ايه بخاطب البنات بس فانا لازم ان انا حدد البنات بس تمام? طب انا مسلا بخاطب الاسر مسلا انا منتج او ان انا جهاز قربة مسلا في البيزة مش عارف خلاط مش عارف ايه برضو هشوفه الاسر تمام? فانا لازم احدد الناس اللي انا هتعامل معاهم بنسبة كبيرة فدول هما اللي انا هبدأ اخد منهم المعلومات اللي عنه طيب بيبدأ يقول لك ان هي حدة الاشياء ذات الصلة التي يجب ان تسأل عنها لازم ان تشوف ايه الاشياء اللي انت هتسأل عنها فيبدأ يقول لك ان انت ممكن تريد تعرف على المسائل غير قامل لكياس الكمي يعني دي حاجات ان انت دلوقت مسلا دي مش تبقى لها الكياس الكمي او القدار ذات الصلة المتعلقة بالكياس الكمي او تبقى الار كونتفابل فبيبدأ يقول لي ان هي في الاساس تلتزم خطوة من العملية التحديد يجب انت المشكلة اللي انت دي هتشوفها دي هتبقى ميجر ولا مش تبقى ميجر يعني تدرف تقسها ولا لأ عندها وتقسها تمام تقابلها للكياس تمام وكيفية كياسها كمان هتبدأ ان انت تتعملها ازاي فبيبدأ قولك ان انت عايز اشوف او الصندر اللي انت تفعلت عليهم بالمشكلة بتاعتك او الاسئلة اللي انت تبدأ تسألها زي ما قلت لك في الشرط تقريفات ان انت بتبقى ان انا اوحد في بحس اللي هو اللي قلنا اللي هو بحس موحد بحس موحد دي انا هسأل كل الناس نفس السؤال تمام او مجموعة الاسئلة اللي هسألها لكل الناس عشان اطلع بنتيجة معينة نتيجة انا محتاجها صحيات دي اللي هتفيدني فبيبدأ يقول لي سادس عندي اللي هي يعني بيبدأ يقول لي ان انت ترجمة مشكلة سودي الى اهدفة قابلة للبحث او الاهداف قابلة للبحث بمعنى مشان انا لقيت المشكلة او تعالى بقى المشكلة ازاي نبحث عنها تمام هي دي الفكرة بيقول لك يعني بيبدأ يقول لك ان انت نظر لانا يجب على الباحثين انشاء ادفة قابلة للبحث اتوقفك مع تعريفة مشكلتهم انت عايز حل اتوفك مع حل المشكلة بتاعتك دي انت عايز حل يحل لك المشكلة دي من جزرها فبيبدأ يقول لك اللي هي اللي هي عبارة عن ان انت بيبدأ يقول لك ان ان غالبا ما تريد التعبير عن ازاي الاداف اكثر من مصرحات الصرمة وهي ما تسمى بالفرضية تمام الفرضية دي عبارة عن ايه بيقول لك يعني بيبدأ يقول لك ان هي عبارة عن رسمية قابلة للاختيار ممكن تفحصها بوسطة البيانات التجربية يعني انت ممكن تشوف ان انت اا الفرضية دي انت ممكن تبدأ تفحصها بوسطة البيانات التجربية ببيانات العشوائية اللي انت بتاخدها او بيانات انت مسلا بتبقى متوقع او ده ممكن مسلا لو زودت المبعاة او عملت او الكلام ده كله تمام? فيبدأ يقول لك ان انت قد يكون لديك حدث حول عملائك ان انت مسلا عندك عارف العملة بيفكره ازاي او ان انت عندك دي عارف عارف مسلا انت رجل شغال خمستاشر سنة في حوار الماركت ريسيرش دوت او بتحل المشاكل الماركتينج تمام? فبتبدأ عارف ان انت المشكلة دي ممكن تتحل بتراجي. فبتبدأ من خلال التوقعات او من خلال الافترضات تبدأ تحدد هم محتاجين ايه? فبيقول لك ان انت بممكن تحدد او بيبدأ يقول لك ان انت بممكن ده بيان رسمي لازيل حدث ممكن لازل اختبار من خلال ابحث التسويق. طبام? طيب بيسها السؤال بقول لي او ان هو بيبدأ يقول لي ايه لعناصل دي يجب مراعيتها عند تحويل المشكلة او المعضل الادرائيه دي الاسؤال بحسي. انا عرفت ان انا حددت عندي المشكلة ان انا عندي نقص في زيادة المبيعات او نقص في المبيعات. تمام? طيب? عايز اعرف السبب عن المشكلة ان انا عندي نقص مبيعات. ما ممكن يكون السبب زيادة الاسعور. اه الكوالت مش حلوة. ماشي? ان انا مسلا المتالي اللي باستخدامها مش كويسة. ان انا عندي مشكلة في عملية البرموشن. عندي مشكلة في عملية الدستروبيوشن. تمام? طيب. انت بقى عشان تبدأ تحدد الكلام دوت او تحدد المشكلة في بيبدأ يقول لك ان اه في اه المانجر بيبدأ يواجه شوية اربع اشياء. عايز احديدهم. اللي اربع حاجات دول اللي هي اول حاجة بيتصنع القرار. عايز اعرف احدد الناس اللي هتاخد القرار صح. الناس اللي انا يكون عندهم الخبرة وفي ان هما يحللوا المشكلة زي كده. ايه الهدف من اه صنع القرار. تمام? بيتصنع القرار هجيب الناس اللي هما احسن الناس بيفهموا في الكلام دوت. هدف من ان صنع القرار ان انا ارجع زود المبيعات بتاع التاني. تالت حاجة نعني بيبدأ يقول لي مساروهات العمل البديلة. مساروهات العمل البديلة ازاي? دلوقتي انا عرفت نقص المبيعات مسلا في زادة الاسعور. خلاص? الناس قعدوا وخدنا قرار ان انا عند المشكلة الوقت في زادة الاسعور. طب ما انا ممكن زادة الاسعار دي. اه عايز اقلي التكلفة مسلا. تمام? اه ممكن ان انا اجيب غير الماتيريال. تمام? اشوف بقى موردين تانين يدوني الماتيريال بتكلفة اقل فانا بنتالي اقل الاسعار اكلامنا كله طيب. رابع حاجة او اخر حاجة بقى اللي هي دي يعني بيقول لك ان انت عندك اه نتاج الاجراءات البديلة. النتاج اللي انت بتشوف من الارترنتب اكشن دي. اه شوف ايه اللي خد يعني ايه اللي حصل تمام? دلوقتي حددنا القرار وحددنا ان انا مسلا خلاص انا هيستورد بالناس ثانية وهعمل 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 وهقل القرار تعالى وجماعة بعد ست شهور مسلا في اجتماع تاني تمام? نشوف النتائج بتاعت الاجراءات البديلة اللي احنا اخدناها دي. كويسة او لا? طب تلعي كويسة خلاص يبقى احنا كده هنفضل ماشيين انا زيادة المباعات عنده يا جميل. طب طب الارترنتب اكشن دي طلعي اتفاع مشكلة لا. يبقى انا هارجع غيرها تاني تمام? بسأل نفس اه الوقت ماركت انجرسيرش كان نود دول. ما هي بحس التسويق او ما ايه الحقيات اللي ابحس التسويق مش تقدر تقوم بيها فبيبدأ يقول لي ان الماركت انجرسيرش كان نود بروفايد دسجن. الماركت رسيرش مش دوره ان هو يديني قرار. لا بيقول ان الماركت رسيرش هو مش دوره ان هو يديني قرار لا هو بيديني. معلومات الماركت رسيرش ده بيبدأ يقدملي الدياتا اللي هي بتبقى او ديناميك ماركت بليس ان الريرنانس دي انتو فروم متش كان اسست او دسجن ميكن او دسجن ميكر ان اه اندرسانز ده فنومنا يعني هو بيبدأ يقول لك لا انت مش بقدم لك قرار انا بقدم لك حاجات او داتا بتساعد الشخص اللي هيبدأ ياخده الكرار دوت على فيه الزهرة بشكل افضل وتخيز كرار جديدة تمام بيبدأ ان هو بقي اخد بتر ان تيك جود دسجن بسد ان زا سيم يعني بتبدأ ان انت تاخد كرارات على الحاجة اللي انا بدي لك دي على المعلومات اللي انا بدي لك دي تمام انت بتقدر تاخد بها الكرار لكن انت مش ببدأ ان انا اقول لك خد البحث ده خد منه الكرار او المشكلة دي حلها كزا لا انا لازما انا كدسجن ميكر انا فين وظيفتي انا فين دوري انا دوري ان انا افهم والحاجات دي هتساعدني ان انا اخد الصح انا انا اعمل قرار صح تمام طيب تاني حاجة كان جريت يعني ان هو لا تضمن النجاح يعني مش ممكن تعمل بحث تسويقي ويفشل فبيبدأ يقول لك ان انت اه ان الماركتنج ريسيرش اه بست اكان امبروف زا اه او اتز اوف ميكينج اه كوريكت دي سيجن يعني يبدأ يقول لك ان انتمكن لبحث التسويق فاحسل احوال تحسين احتمالات اتخاذ كار صحيح صح لكن برضو هي ممكن تبدأ تأسسل على الفشل ان هي المينيت زا بسبول الفيرلي باي اه ماركتنج ريسيرش يعني ممكن برضو ان هي تقديل على احتمال الفشل من خلال اجراء بحث تسويقية غير واقعية ان هي ان رياليستيك اندي لايكلي اه يعني ان هي غير واقعية او ان هي تسيبني بخبة امل يعني انا ممكن ابقى متوقع حاجة تمام والله انا عرفت زي ما قلتلك ان انا مسلا عندي نقص المبعات او نقص المبعات ده بسبب زادة الاسعار فبعد ما عملت الابحاث وبعد 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 بعد ما ان حددت من الاسعار اكتشافت لا الناس انك تسألهم دول اصلا كانوا ناس صغلط تمام او ناس مش اللي هما مهتمين بالمنتج بتاعه وعرفت ان هما مزيدة الاسعار لا ده المشكلة عندي مسلا في فبيبداي يقول لك ان انت عندك ان هي مش بتساعدك في ان هي تضمن لك مجاح الابحاث دايما تمام فبيبداي يقول لك ان انت عملية عملية اتخاذ القرارة عن مدى الطويل وتحسين الاداء في نهاية المطوف يعني ايه يعني بيبداي يقول لك انت اصلا بعمل الماركت رسيرش ده للمدى الطويل انا عايز اعرف خلال مسلا ستة شهور دول انا ليه كان عنده نقص في المبعات تمام اوه عارفت انا كان ليه عنده نقص في المباعد برضو زي يوم زي الستشور دول بحط اه حلول تمام لان هي تقتل المشكلة دي او تقديل على المشكلة دي او تخلي ان انا احسن من نفسي تمام واحسن من القولتي او بقى ان انا على الاسعار بتاعتي عشان اخد احسن اه ان انا يبقى عندي في السلطة تمام يبقى انا عندي زيادة في المباعد تمام? طيب كده خلصنا شابتر تو شابتر سهل وصغير ماخدش مننا حتى مكملش ربع ساعة شابتر سهل جدا بيقول ازاي حدد المشكلة عندي عندي هما سيفن سيكس ستيب تمام احدد بهم المشكلة ولازم يبقى فاهم ايه الاربع حاجات او الاربع قرات اللي المدير يبدأ ياخدهم عشان يبقى فاهم الكرار بتاعي تمام? فهو شابتر سهل وان شاء الله كنادرت اسهل له لكم وبالتوفيق ان شاء الله.